فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى ولا تبسطها كل البصر وبين ما فعله أبو بكر رضي الله عنه حيث إنه تصدق بكل ماله هذا عند الحاجة تصدق بكل ماله عند الحاجة أما إنه يخرج مال كثير وهو موبقة حاجة هذا منهي عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل أغلق بسيارته أغلق الطريق عن الناس أيضا يقولون من كان إيمانه قويا واثقا بالله كأبي بكر فلا مانع من كان إيمانه ضعيفا فإنه يمسك من ماله ما يكفيه لأن لا يحصل عنده بعد ذلك ضعف في الإيمان وضعف في العقيدة نعم منهم مثل أبي بكر رضي الله عنه ما أحد مثل أبي بكر في الإيمان نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة